نبقى في الجنوب الجزائري حيث احتضنت ولاية منراسة صباحة اليوم لقاءا ضم ولاية منراسة وإيليزي وحكام مقاطعتي كل من أغاديز وطاوى من دولة النيجر بالإضافة إلى مسؤولي الأجهزة الأمنية لكل الدولتين ومسؤولي بعض القطاعات على غرار قطاع الفلاحة والريم والسياحة والصحة والرياضة والثقافة ويأتي تنظيم هذا اللقاء بتمانراسة لتقييم القرارات المتخذ شهر جويليا الماضي في دولة النيجر في إطار تنمية المناطق الحضودية وكذلك الوضع الأمني ومدى تجسيدها على أرض الواقع